نعم هذه الصفقة طبعا بدأ الحديث عنها بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتهديدات التي نجمت بطبيعة الحال عن هذه التهديدات والعمل على إعادة هيكلة الجيش الألماني وإنشاء صندوق لإعادة تسليح الجيش الألماني وتعزيز الدفاعات الألمانية ومن هنا بدأ الحديث منذ العام الماضي عن هذه المحادثات اليوم وسائل الإعلام الألمانية تقول وفي أحد العنوان والعنوان جاء على الشكل التالي من أجل منع الهجمات المحتملة بالصواريخ الروسية تريد الحكومة الألمانية شراء منظومة الدفاع الجوي آرو ثلاثة من إسرائيل وقالت أيضا أن الولايات المتحدة وافقت على هذه الصفقة الذي وفقا هنا لوسائل الإعلام ألمانية يبدو أن تأخر إتمام هذه الصفقة كان بسبب عرقلة من قبل واشنطن ويبدو الآن أن واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لإتمام هذه الصفقة ووفقا للتفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام ألمانية بأن الاتفاق سيتم توقعه بين وزارتي الدفاع وزارة الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع الألمانية وسيبدأ العمل طبعا بنقل هذه المنظومة وتركبها في ألمانيا وأيضا هناك حديث على أن هذه المنظومة سيبدأ تشغيلها في عام 2025 وليس في عام 2030 وهذا يعني أن الوقت المحدد من قبل الحكومة هو عام 2025 إضافة إلى مبالغ أخرى سيتم إنفاقها ليس فقط على هذه المنظومة بل أيضا لتعزيز الجيش الألماني الذي يقول المستشار الألماني أولف شولس بأنه سيعمل على خلق جيش قوي لن يقوم بالدفاع عن ألمانيا فقط بل سيقوم بالدفاع عن العديد من دول في الاتحاد الأوروبي وكذلك في حلف جمال الأطلسي النيتو بطبيعة الحال كل هذه المخاطر وكل هذه التغييرات في السياسة الألمانية كانت بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا طيب ولكن يمان ما أهمية الضوء الأمريكي الأخضر هنا لإسرائيل تحديدا في هذه الصفقة؟ نعم يبدو وفقا لوسائل الإعلام طبعا وهنا أنقل كما يتم الحديث عنه هنا وما يدور في الكواليس وحتى ما بدأ الحديث عنه اليوم تحديدا في وسائل الإعلام ألمانية أن التأخر في هذه الصفقة هذه الصفقة كشفة عنها في العام الماضي ولكن توقفت ولم يتم الحديث عنها ولم يتم كشف ماذا أسفرت عنه هذه الصفقة ولماذا لم يتم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانب الإسرائيلي والألماني اليوم كان هناك العديد من وسائل الإعلام تقول بأن موافقة إسرائيل على إتمام الصفقة يبدو كأن واشنطن قد أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لإتمام هذه الصفقة مع الجانب الألماني ومن هنا ربما هذه المشكلة وفقا لوسائل الإعلام ألمانية هي التي أخرت إتمام هذه الصفقة اليوم الحديث على أن الطريق ممهد أمام الجانب الألماني والإسرائيلي لإتمام هذه الاتفاقية التي وصفت هنا في ألمانيا وصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها اتفاقية تاريخية تتعلق طبعا بالتعاون العسكري وحتى الميزانية وثقا لوسائل الإعلام ألمانية تتجاوز الثلاثة مليار يورو